اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بغض النظر عن اعادة التوطين لفت اصدار الدولة السورية بالايام الماضية عدد من الارارات والمرسيم يلي بتسهل عودة النسحين وبتقول مصادر ديبلوماسية انه الارارات هي مصطحة لبنانية سورية مشتركة ونتيجة المفاوضات يلي صارت بين وزير شؤون النسحين صالح الغريب والمسؤولين السوريين وانها من ضمن خطة حل ملف النسحين باللبنان صرف النظر عن ضغوط المجتمع الدولة بين تجاوب الدولة السورية مع المطالب اللبنانية واعادة التوطين للنسحين والمبادرة الروسية اللي نقاش الرئيس ميشيل عون بزيارته لروسيا بيظهر انه في كتير طرق لحل هالملف بشكل نهائي ما بينقصها الا ايرادة لبنانية وتوافق وطنية نادر عز الدين تلفزيون نشرة لا تنسوا تعملوا صفحة على يوتيوب ولاعكة صفحتنا على فيسبوك ترجمة نانسي قنقر